عقدت وزيرة الصحة وسكانها لزايد اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل وهو هاني ضاحي لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري استعرض هذا الاجتماع خطة تطوير المستشفيات والوحدات الصحية ب51 مركزا في 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمشروع وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين وسيتم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وإحلال وتجديد المنشآت الطبية وفقا للأكواد الإنشائية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد